والحمد لله أولا وآخرا حيث انتهى شهر رمضان تحت تراجع وطيرة الجائحة حيث عادت الخطب إلى المنابر والآذان يعلو فوق المساجد وتلك العودة من بشائر توحي إلى أن كورونا لن يستحوذ علينا قرونا ونتمنى من الله أن يرفع عنا وعن المسلمين وعن الأمة الإسلامية هذا البلاء لتحل محلها البسمات في عيد العضحة المقبل ومرة أخرى كل عام وكل أعضاء الغروب بصحة وعافية وتوفيق وإلى الأمام صيدي محمود ودراؤو من برك نفاسو ودراؤو من برك نفاسو ترجمة نفاسو اشتركوا في القناة